موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الشعوب المقهورة سعيد بهذا اللقاء كيف لا وظيفي هو فضيلة الشيخ الوالد عدنان العرطور حياكم الله الشيخ عدنان وأهلا وسهلا بكم أحييك تحية خاصة طيبة وأحيي الشعوب المقهورة شعبا شعبا وأخص بالذكر إخواننا المظلومين المقهورين المغيبين المقصر معهم إخواننا في بلاد الأحواز حياكم الله الشيخ عدنان قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع هناك من أظهر تحديا عبر مقاطع اليوتيوب من المعممين الموالين لإيران قالوا نتحدى أن تأتوننا بمئتين أو عشرين أو اثنين من الأحوازيين الذين تقولون بأنهم تركوا المعتقد الصفوي كيف أردكم الشيخ؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليست نقطة البحث في كم اهتدى وكم لم يهتدي نقطة البحث في أن هذا الذي يعرضه هذه العقائد هذه المناهج هذه المسالك هل هي حق أم هي باطن سواء اهتدى الناس أو لم يهتدوا يقول عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد إذن ليست المسألة بالكثرة وليست المسألة بالاستجابة بقدر بقدر هي هذا المعروض للناس من قبل الطوائف جميعا ومن قبل الأديان جميعا هل هذا وزن بميزان الحق والقسط؟ لقد أنزلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا لاحظ الراحة الله ماذا نزلهم؟ وأنزلنا معهم ماذا؟ أو أنزلنا معهم أنزل الله أرسلهم بالبينات لإقامة الحق وأنزل معهم الميزان لاحظ وأنزل معهم الكتاب الكتاب ليبصرهم وهو أصله الميزان فنحن نعرض هذا الذي يطرحه طائفا معين من الناس نطرحها على الميزان إثنان اختلفا في بيعة إثنان اختلفا في عملة مجورة أو غير مجورة لا يسمع لصراخهما ولا ينظر إلى بكائهما ولا ينظر إلى ترحم بعضهما لبعض بقدر ما ينظر هل هذا هو الحق؟ وهل هذا مما أنزله الله في كتبه وعلى لسان رسله أم لا؟ الله أكبر أحصل الله عليكم الشيخ عدن أنا أبشرك بأن هناك صحوة إسلامية كبيرة على أرض الأحواز وأشاهد أنا وأنت هذا التقرير الذي يجمل لنا هذه الصحوة المباركة مع التقرير ثم نعود إليكم لم تعد إيران تستطيع إخفاء قلقها من انتشار الصحوة الدينية الصحيحة في الأحواز العربية المحتلة كما أن نور الحق في الأحواز لن يغطيه شيء ففي الوقت الذي تقوم فيه إيران بنشر المذهب الشيعي في مختلف أنحاء العالم فإن التسنن ينتشر داخل الأراضي التي تحتلها ليس غريبا فالأحواز العربية في الأساس كانت على السنة الصحيحة حتى غزتها جحافل الظلام الصفوية فغيرت من معالم الأرض والفكر في اجتماع له بالعاملين في المجالات الثقافية والإعلامية قال الرئيس الإيراني السابق ردا على احتجاج أحد الحضور على انتشار التحول المذهب السني والذي أطلق عليه انتشار الوهابية قال الرئيس الإيراني برضب إن كنت حريصا على البلد استمع لأقوالي لأنني أعرف العدد الحقيقي للوهابيين في خوزستان ولكن لا يمكن مواجهتهم بالعواطف بل يجب التخطيط لذلك وهو ما دع الحضور حينها للتصفيق الحار سبقه إلى ذلك محمد جواد عاد البور إمام جمعة جزيرة شيخ صلبوخ الذي يطلق عليها فارسيا جزيرة مينو فقد حذر من انتشار التسنن في المدن العربية في إيران معتبرا ذلك أمرا في غاية الخطورة وحث سلطات للتصدي لما وصفه بالتبشير السني المتزايد مطالبا المراجع بالتصدي بقوة لهذه الظاهرة إن الأحواز فعلا يمر بمرحلة عصيبة وإن حصارا صارما تفرضه الأجهزة الأمنية الإيرانية مدعومة بميليشيات البسيج حتى أن الشباب يعقدون مجالسهم لتعلم القرآن سرا ومن اكتشف أمره سجنوه ونكلوا به وهكذا فإن عودة هؤلاء الأحوازيين للتسنن بل وعودة إيران كلها لمعتقدها الأصلي في إطار التسنن يعتبر في نظر ملال إيران ونظامها الصفوي الفارسي تبشيرا ويقابل بالقمع والقتل والتعديد غير أن المحتلة الصفوي الفارسي لا يفقه أسباب هذه الصحوة التي لن تخمدها القوة ولا القتل ولا الحصار إن انتشار الخرافة بشكل ممنهج وغير مسبوق تاريخيا هو ما حدا بالجيل الأحوازي إلى البحث عن الحقيقة والعقيدة الصحيحة البعيدة عن الخرافة كما أن تأليها بعض أهل البيت والآئمة الاثنى عشر قد وضع علامة استفهام في عقول الشباب وقلوبهم ليجدوا أنفسهم مجبرين على أن يسألوا السؤال الكبير إن كانت هذه هي صفات الأئمة وآل البيت فماذا بقي لله من صفات المعاناة التي تغديها سلطات الاحتلال ومصادرة حقوق الناس وحرياتهم وأراضيهم سبب آخر للبحث عن الحقيقة والعقيدة الصحيحة الموصلة في نهاية المطاف للتسنن فالأحوازي الذي يرى حقوقه منهوبة من سلطة صفوية شيعية لمن هم على نفس طائفتها يدرك أن تلك السلطة ليس لها دين ولا مذهب ولا طائفة وهي بعيدة عن الحق والتدين الصحيح لذا فإنه يبحث عن الحقيقة التي يجد فيها حقوقه وتحافظ عليها أهلاً وسهلاً بكم من جديد أكرر ترحيبي بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ عدنان أبو محمد العرور حياكم الله الشيخ من جديد الله يحييكم شيخ شاهد التقرير هناك تصدي ممنهج من قبل النظام الإيراني لمواجهة هذه الصحوة الإسلامية التي تزايدت منذ عقد من الزمن بفضل الله عز وجل ماذا يريدون من هؤلاء أخبرنا الله وعلمنا التاريخ أنه كلما ازدادت الشدة على أهل الحق كلما ازدادوا قوة وثباتا وبقاء ومواجهة يا ربك الحمد وما أصحاب الأخدود عن الأذهان ببعيد أصحاب الأخدود ثبتوا ثباتا عظيما والسحرة ازداد ثباتهم بعد تهديد فرعون لهم فأبشروا فكل من يستخدم القوة في وجه الحق ربما يسول جولة ولكن العاقبة لأهل الحق والعاقبة للمتقين كما أخبر رب العالمين كذلك نحن سمعنا في التقرير ندعو للتسنون لماذا ندعو للتسنون نحن لا ندعو للتسنون لأجل عيون أبي بكر ولأجل عمر ولعثمان ولأجل معاوية نحن لا ندعو للتسنون كحزب إلا كحزب في مقابل ظنا أننا نشق الإسلام لا نحن ندعو إلى دين سماه الله عز وجل حزبا حزب الله نحن ندعو إلى دين ندعو إلى حق ولذلك استفتحت بقوله تعالى لقد أرزلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان كتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وهنا قضية مهمة جدا وهي أن الله عز وجل ربط الأنبياء بأمرين أن يتبعوا الكتاب الذي محوره الدليل وأن يقوموا بالميزان وأن يزينوا ومحوره العدل فإذا كان الإنسان على هدى بدليل وكان يعدل بين الناس ويعدل مع نفسه وأول ما يعدل يعدل مع الله عز وجل إذا عدل مع الله سبحانه وتعالى استقام أمره فإذن دعوتنا للتسنن ليست دعوة طائفية ليست دعوة بمعنى الحزبية اليوم لا دعوة إلى الحق فمن حجكم بكلام أحد علماء أهل السنة كائن من كان بن تيمية محمد عبد وابذول المشهورون في وقفتهم في نصرة الحق ضد طائفية فإذا قال احتج عليكم بمثل هذا الكلام فلا تقبلوه لا تقبلوه لأن فردا من أفراد الأمة ليس عج على الأمة وإنما الحجة بكتاب الله الذي محوره الدليل والتعامل بالقسط هذه واحدة مجرد ما تسمع مخالفي الكتاب والسنة مخالفي الصحابة يصفون الإنسان بالناصبية نناصب أنت أو يصفونه بالوهابية فاعلم أن مقصودهم بذلك أهل الحق الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أريد إذا تسمح لي بير قضية ثم لك تفضل إخواني الكرام بدأ الإسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم أم بدأ بعمار بدأ الإسلام بالرسول صلى الله عليه وسلم أم بدأ بأبي بكر بدأ الإسلام بالرسول صلى الله عليه وسلم أم بدأ بأبي علي ما لكم كيف تحكمون فأين تذهبون أفلا تتفكرون أفلا تعقلون قرآن الكريم قرآن لم يتعرض إلى أحد من أبي بكر وعمار وعثمان وعلي كأفراد كأفراد أنهم قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ما رأينا قال هو الذي أرسل آل البيت أرسل الصحابة إذن لماذا يعني يغطون عيونهم ويغشون أفشهم بثيابهم هذه القضية التي يبغي أن نتكلف فيها هذه القضية التي هي محور الحق محور الحق وما عدها فهو باطل بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يجب أن نتفق الآن على هذه القضية وإذا لم نتفق على هذه القضية فلا حاجة للنقاش في المتعة وفي التقية وفي زيارة الحسين رضي الله عنه لا حاجة لذلك إذن نبدأ مع المخالفين سواء كانوا من الخوارج أو من الباطنية أو من أي طائفة كان لا يهمنا هل توافقون؟ قل لي أي أخ أيها الأخ في أي مكان في الأحواج في طهران في بغداد في ديماجيس في الرياض في أي مكان في المغرب في القهر في أي بلد في الشودان في أي مكان قل لي المخالف هل بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله؟ أم بدأ بالدعوة إلى الله أبو الحسى الأشعري؟ أو أبو منصور الماتوريدي؟ أو أبو تيمية؟ أو محمد عبد وهاب؟ أو أبو بكر عمار؟ من الذي بدأ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الناس كانوا خلفه مجتمعين؟ أم كانوا متفرقين؟ أسألك أنا اليوم بدي أخذك للامتحان وأتجاوز قوانين الإعلام من الآن؟ الصحابة أبو دعناك حتى من لفظة الصحابة كانوا مختلفين مختلفين لا كانوا الناس مختلفين نعم مختلفين ثم أحسن ثم بعد ذلك المسلمون كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفقين أو مختلفين؟ مجتمعين أحسنت كانوا مجتمعين تماما تبدأ خطوة خطوة الرسول بدأ صلى الله عليه وسلم ليس أحدا سواه اثنين المسلمون كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين وما عداهم كانوا ضالين أو مهتدين؟ كلهم بحسب حالي ما عدا المسلمين؟ نعم ضالين نعم يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أعيد هذه آية عظيمة يعني من الآيات المنسية عند كثير من المسلمين والطواف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 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 غير سبيل المؤمنين من المقصود بالمؤمنين؟ أو يجوز أقول بالمؤمنون؟ هنا بالمؤمنين من المقصود بهين؟ المؤمنون ها هنا بالآية من المقصود بهين؟ مقصود بهين اللي نزل عليهم القرآن المؤمنون الذي كانوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر ومنهم علي ومنهم عمار ومنهم عثمان هؤلاء هم المؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم كلهم آمن بالله وملكته وكتبه ورسوله إذن النقطة الأولى بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم النقطة الثانية أن المسلمين كانوا وراءه النقطة الثالثة احفظوها اكتبها جيب قدم شرعة جيب قدم اكتبها أولى بدأت الدعوة بالرسول صلى الله عليه وسلم الثنين بتبعه المسلمون ثلاثة أن الله حكم على من خالف المسلمين يومئذ فهو ظالم بنص الأهل وما يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنون وما يشاقق الرسول بعد ما تبينه ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساء صار عندي الآن كل واحد بيخرج عن هذا الطريق وضال يشمي نفسه شني يشمي نفسه شيعي يشمي حال وهابي صفوي عربي انجليجي أنا لا يهم من التسمية إن الله حفظوا هاي قاعدة اكتبع عندها إن الله لا يحاسب الناس على تسمية أفشهم ولا على تسمية بعضهم ببعض شمين اللي شئ كم من إنسان حكم عليه أنه ناصبي وأنه وهابي ومهتدي وكان من الرجل قال أنا مؤمن وأنا كذا وأنا كذا وكان فاجرا وربما كان كافرا إذا وصلنا إلى هذه الدرجة كل من يخرج عنهم من الخرج عن هذا الجمع؟ هل خرج أبو بكر عنهم؟ لا هل خرج عمر عن هذا الجمع؟ لا هل خرج عثمان؟ لا هل خرج علي رضي الله عنهم جميعا وأرضهم؟ هل خرج عن هذا الجمع؟ ألم يقاتل معه الصحابة؟ ألم يبايعه الصحابة؟ ألم يبايع الصحابة؟ إذن علي من هذه الجماعة الناجية والمنصورة والمزكات من الله عز وجل ومن رسولي صلى الله عليه وسلم مزكات تزكية من الله وألزمهم كلمة التقوى ميم عائدة على آل البيت؟ ميم عائدة على أبي بكر؟ لا عائدة على المسلمين في ذلك الوقت وألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله يعني التوحيد يعني العبادة يعني الطاعة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وكانوا هذا الواو واو الجماعة هاي ما هو واو أهل البيت ولا واو عمار ولا واو أبي بكر هذه واو المسلمين اسمها في النحو واو الجماعة وفي الواقع وفي الواقع واو المسلمين وكانوا أحق بها وأهلها هل هناك تزكية لهذه الثلة الطيبة أكبر من تزكية رب العالمين الذي خلقهم ويعلم ما في نفوسهم ويعلموا أنهم لن يرتدوا ويعلموا أنهم لن يرتدوا إذ واحد قصه مثلا أخذ مثل ما بيحصل رئيس جمهورية شخص إنسان زكى إنسان بعد أيام ولا طريح حرامي يقول أنه ما دخلني أنا بحكم بالظاهر يا رب العالمين ما بيزكي واحد يقول بعدين آسف آسف الله أنا زكيت الصحابة وأنا ما دريت أنهم نرتدوا عفوا وما دريت أنهم سيرتدوا هذا عيب يكون في الإنسان في ناس معروفين بسرعة التزكية والجالك لا تقبل تزكيتهم ليه لأنهم يزكون دائما دائما يزكون تزكية قوية وعلى الظاهر لا يكفيها الله زكى باطينهم وظاهرهم حا إذا مشينا في هذا من الذي شق الصفة بعد ذلك هل سمعتم علي رضي الله عنه كان بيده الحكم كانت بيده الخلافة كان أشجع خلق الله يومئذ وأفضل خلق الله يومئذ وأتقى خلق الله يومئذ وأعلم خلق الله يومئذ والله دين ندين الله به طيب لماذا لم يعلن وقت إذن أنه انشق عن الصحابة انشق عن هذه الثلة آمن الرسول ثم قال وكل آمن بالله إذن هذا ليكون محورنا وحين نحن لا ندعو إلى التسنن عصبية لا ندعو إلى التسنن ثأراً لا ندعو إلى التسنن قلنا عصبية ثأراً وراثة لا نحن ندعو لهذا نحن ندعو لأن الله أمر بذلك الله أكبر لأن هذا المنهج الذي نصه الله بكتابه الآن لنا نطالب الجميع وطالب الخوارج وطالب المبدعين هذول الخوارج مكثرين وهذول مبدعين وهذول نطالبهم ونطالب غيرهم اختعلوا إلى كريمة سواء بيننا وبينكم اختعلوا إلى الحوار دعوا التحريض التحريض لا خير فيه التحريض لا ثمرة منه التحريض إنما الثمرة في محاورة الثمرة في المناقشة موسى ما ذهب إلى فرعون بسيفين ومحمد صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى قريش بسيفين وعيش عليه الصلاة والسلام مات ولم يحمل سيفان وإبراهيم مات ولم يحمل سيفان ونوح مات ولم يحمل سيفان وإنما حملوا الكلمة الطيبة وحملوا الدليل الصريح الواضح هذه إذن تعليقي على فالوصف إن وهابية وما وهابية هذه التجارة إذا كانت أنا على التوحيد لو سمتني كافر فالله لا يحاسب الناس على تسمية أنفسهم لبعضهم ولا على تسمية أنفسهم بأنفسهم يقول والله أنا الطائفة المنصورة لا يحاسب الله ذلك أحسن الله إليكم الشيخ عدان وأدل لكم المثوبة الشيخ عدان بحمد الله يعني هناك صحوة إسلامية موجودة على أرض الأحواز هناك من يقول ماذا أعمل ليس هناك مساجد ليس هناك علماء ليس هناك دعاء ليس هناك إنترنت من أجل أن ندخل على المواقع الإسلامية ليس هناك شيء يمكن أن يعيننا على الثبات وعلى التمسك بالدين الصحيح ماذا نأمل لا يوجد حتى الشبكة العالمية مقطوعة ضعيفة جداً إنترنت ضعيف إن شاء الله البرنامج هذا لا إن شاء الله أكيد هو حلقة الوصف إذن ما أشبهكم بأصحاب الأنبياء هذه منقبة عظيمة لكم تالله إن الإيمان الذي يأتي في مثل ظروفكم أقوى من الإيمان الذي يأتي في الجامعات بالدراسة لأن الطلاب يدرشون ويأتون مرفهين أو بشيارته أو بشيارة صاحبه وقد أفطى وقد تغدى وقد تعجى ويمينه مشجدون وعن يساره عالمون وحاكمه مسلمون ووووو وإلى حسب ظروف كل بلد في الجملة الإيمان في هذه الحال الحالكم أقوى يكون وأدعى للثبات من إيمان المرفهين مع صحة إيمانهم وقوة كثيرة من إيمان بعضهم هذه واحدة أنتم تصوروا إذن معي الحصار الذي نصب للصحابة رضو الله عليهم في شعب أبي طالب الحصار كان كبيرا جدا وقويا جدا وشديدا جدا ثلاث سنوات من الحصار اثنين انظروا إلى جماعة نوح إلى جماعة عيشة كلا وأنتم الحمد لله مع ذلك أكثر وأذن أبشروا 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 أن وضعكم عند الله وأن إيمانكم هنا سيكون بإذن الله أقوى وأمتن وأثبت النصيحة اكتبوا واحد واحد تتق الله في نفسك الله بش قبل كل شيء الله وإنت موت تاقيا وما عندك علم حصلته ولا استطعت تحصله فتدخل الجنة قبل أدوف العلماء لأنني لم أرى في القرآن مرة واحدة أن الجنة للعلماء ولا الجنة للمصلين ولا الجنة للصائمين ولا الجنة بقدر ما رأيتها الجنة للمتقين الله إن للمتقين مفازا هدائق وأعنابا إن للمتقين لاحظوا والآيات في هذا كثيرة جدا والبرنامج لا يسمح لنا بسرد الآيات تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة آيات كثيرة جدا طيب إن تتق الله في نفسك أثنين تبذل قصارى جهدك في طلب العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا من نشرة شرية من كتاب من موقع من قناة من غير ذلك وهذا أنا أعتبره تقصير كبير أنا أصارحكم تقصير كبير منا نحن أعني العرب وأعني القنوات الإسلامية يجب أن تخصص دروس تفصيلية تفصيلية كأننا نلقي درس في جامعة أو مسجد أو مدرسة أو واضح إذن بعد التقوى الله شف يا إخوان تقوى الله لا يدخذك الجنة فحسب موش بس الجنة لا كذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إن يجعل لكم فرقانا الله أكبر أعيد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله شرطية يجعل لكم فرقانا يعني ماذا معنى فرقانا أن يسر أمركم ويلهمكم أمورا تفرقون بها بين الخر وشر ويسبتكم فرقانا كان من جامعة شاملة عظيمة هاي تكونوا بالتقوى والله لسنا لسنا نحن ممن يقول بالدليل الأحيانا يأتي العلم الله سبحانه وتعالى يلهمت العلم ويوفقك للعلم نعم ما تدري من يأتيك العلم والفهم يفتح الله على الإنسان بسبب تقوى كان كثير من علماء إذا يعني ضاقت عليهم مسألة توضعوا وصلوا بدأوا يسجدوا لله ويتوجهوا إلى الله ويعفروا وجوههم بالتراب حتى يلهمهم الله وحز وجل الرجل والصواب في هذه الفتوى تكون فتوى كبيرة جدا نعود إذا ماذا قلنا تقوى تقوى البذل جهد لطلب العلم نعم وأشاليبه في هذا الزمان كثيرة الأمر الثالث إذا فيه اتصالات من قبل ناش على الخط أنا موقف اتصالات حتى تأخذ راحتك واحد ما باخد راحتي بشعتين ما بنظم الناش طيب امتهي من هذه لأنهم مهمين وانت بتسأل سؤال ما شاء الله عليك دسم وبعدين بتورطني بتقول لي بنا نفتح لابتصالات إذا الآن نطلب العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيله بعدين في عندك علم اسم الحفظ الحفظ هو نوع من العلم هل حفظت الآيات الأحكام هل حفظ آيات الوعظة الشديدة الطيبة القوية هل حفظت الأربعين النوية تستطيع أن تحصل على رياض الصالحين بطريقة أو أخرى فباب الحفظ بريد العلمي الحفظ باب عظيم للعلمي مبشر جندي بشدد يعني بفهم لكن بده ذخيرة ذخيرتك الحفظ إنسان عالم ما هو حافظ آيات ولا نحافظ أحاديث ماذا يا فعان بش الفهم لا يكفي العلم هو حفظ وفهم طيب الأمر الثالث أنصحكم الاجتماع مع الإخوة وبيني وبينكم لا تتكلموا لا بإيران ولا بغير إيران يعني قصلي لا تضيعوا الوقت تجلسوا وفعلوا لا لا يجلسوا جلسة علم احزموا الأمر ترى السياسة مضيعة والسياسة مشتتة بتضيع الإنسان وتضيع وقته واقتصروا الكلام فيها ما استطعتهم والله الخوض في السياسة الخوض في السياسة بابه من أبواب الشيطان خاصة للمهتدي لناشئ الحديث للشباب أسألكم سؤال ماذا حصلتم حين تكلمتم في السياسة على مدارة عشر عشرين سنة كان لذاها بكلام فارغ وخاصة في التحليلات الناس يحبوا التحليلات التحليلات بابه من أبواب التنجين يصدقوا واحد مرة ويقذب تسعة وتسعين مرة باب التنجين ولكن ماذا حصلت من الحفظ ينشرح صدرك ويطمئن قلبك ويتضح طريقك هذا إذن التقوى في نفسك وان تخلص لله وان تكون صادقا معه ولا تريد شيئا من هذا لا شهرة ولا مكانا ولا منصبا ولا اثنين العلم العلم تطلب العلم ما استطعت وبابه الحفظ ثلاثة الإخوان ثم الإخوان الإخوان الصالحون تجتمع معهم تبتعد عن التحزبات تبتعد عن أمور في أحد على الخطر ما بدنا من السعودية محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل الصوت طائف ما دنيا تسمعوني تفضل تفضل بسؤالك أمسي على الشيخ بالخير الله يحفظه الله يمسيكم بالخيرات وبركات ماذا يقرأ فضيلتكم في قول كمان الحيدري إن الموروث الشيعي من المجوسية واليهودية والنصرانية ماذا يقرأ في ذلككم من قوله وهو من كباره على معين طيب أحسن الله إليك شكراً لنا محمد من السعودية طبعاً يسأل عن يعني كلام لكمال الحيدري إن الموروث الشيعي يعتبر كمال الحيدري يقول بأن الموروث الشيعي مقتلس من اليهودية والنصرية لا يسأل هذا الموضوع يا شيخ عدنا معي فاتح من الجزائر فاتح عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حقا حقا حقا؟ هياكم الله تفضل يا أستاذ فاتح والله يتعلم الشيخ إن شاء الله شيخ عدنا الله تفضل معك السلام عليكم يا شيخ أهلاً أهلاً وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بشعب الأبي الشجاع والله والله رانا الشعب مقهور من الداخل والله ما الذي يصير في العرب والمسلمين هكذا والله حمسوا دورنا نحن قالوا تفضل بسؤالك يا أستاذ فاتح سؤالك تفضل بالسؤال على أساس الوقت السؤال يا شيخ أين المفر أين كيف ننجو بأنفسنا وضح السؤال شكراً لك أستاذ فاتح شيخ عدنا ذكرت من الوسائل التي تعين على الثبات التقوى بدل الجهد في العلم ثم بعد ذلك قلت الحفظ أيضاً الاجتماع بالإخوان أيوة العلم وبابه الحفظ وبابه الحفظ نعم الأمر الرابع الأمر الرابع ذكر الله على اللي شاء الله أكبر ذكر الله عظيم ولا ذكر الله أكبر والذاكرين الله كثيراً والذاكرات آيات كثيرة جداً ويا إخوان ألا بذكر الله تطمئن القلوب نحن في غفلة عن ذكر الله يجب صباحك أو مساءك أذكار الصباح أذكار المشاء أذكار النوم في أذكار في كل وقت لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك سبحانك اللهم إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه عظيمة جداً هذه تفرج الهموم وتنقذ الأنفس يعني في جوامع الدعاء منها أذكرها عاجلاً لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وتكثر من هذه الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها الأنبياء كانوا يدعون بها الأمر الثاني في الأدعية مهم لا حول ولا قوة إلا بالله أمر عظيم هذه كنج من كنوز الجنة على لشانك بعد ذلك حشب الله ونعم الوكيل حشب الله ونعم الوكيل هذه في مقارعة الأعداء هذه الأولى في غفران الذنوب والإناب إلا الله الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله في التثبيت وطلب العون من الله الثالث حشب الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ماذا قالوا ماذا قالوا ما قالوا بدنا صواريخ أرض جو أرض وغيره قالوا حشبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل انقلبوا بنعمة نتيجة هذا الدعاء النابع من القلب أقول لهم وبعدين يا حي يا قيوم برحمتك أشتغيث إلى غير ذلك من الجرامع معي تصام الأحواز هلال السلام عليكم تفضل يا هلال أغلق صوت التلفاز يا هلال طيب سعيد من الأحواز طيب صلات الأحواز دائما تنقطع يا شيخ حدام سعد من الكويت أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل وسهلا بك تحية السلام احترام لكم وللبرنامج وللمخرج بالنسبة لي أنا حبيت بس أسأل عن شيئين يعني بالنسبة للمعونات والدواء والخيم يعني بماذا يفسر لنا الشيخ بمن لم يوصل هذه الأمانات لهؤلاء الأيتام والمحتاجين في سوريا في ديالة شكرا أخي سعد يعني الموضوع أنا أريد أن نخص لأهل الأحواز يريد أن تتصون على الشيخ عبر قناته في برنامجه على قناة شدع شيخ عدنان الوقت ضيق لك أنا عندي سؤال مهم جدا بقي شاعة يعني لا بقي ربع ساعة تقريبا أو أقل بعض الشباب المهتدي في الأحواز فتح الله عليه لكن البعض اتجه إلى مجال التبديع التفسيق هذا العالم الفلاني هذا الشيخ الفلاني والبعض الذي يريده النظام الإيراني اتجه إلى مجال التكفير أو يعني يعني مؤيدين للفكر التكفيري قاعدة داعش فما رأيكم في هذه المسألة وفقكم الله خاتم هذه جميع شؤالك جدا نمشي خطوة خطوة قلنا ما لا تقبلوا اتصارات إلى من الأحواز نعم من الأحواز فقط طبع من أجل إخواننا يعني أو خارجية يعني من عدى قصير يا شيخ نعم لكن لا بأش بالإخواز من العراق من هذه الأمور لا بأش في الجزائر أخواننا بله قلنا قضية مهمة نختصر بعد ذلك الأولى التقوة الثنين الحفظ مع الفهم اللي هو العلم العلم والعلم أساسه الحفظ والفهم ثلاثة الاجتماع مع الإخوان لدراسة العلم وأول ما نجتمع أول طلب شيء في العلم فهموا كتاب الله وماذا يريد الله منا هذا أول خطوة الاهتمام يعني ما نريد نبحث ما هي خطوات طلب العلم لكن لنحفظ عشر آيات فقط عشر آيات ونتدرسها معا عشر عشرون يجتمعون في بيت ويدرسون عشر آيات يحفظونها ويتدرسون فينهم ويعملونها والله سيصب الله عليهم فتحه وصب وتوفيقه وهدايته الأمر الثالث قلنا الصالحين صحبة الصالحين وأن لا نضيع الوقت إلا في حلقة ذكر والآيات في هذا والأحاديث كثيرة ما اجتمع قومهم في بيت من بيت الله ونظر ما استطيع بيت الله الحكم نفسه إذا اجتمعه في بيت مسلم قلنا رابعا ذكر الله هذا مثل الغذاء غذاء القلوب الذكر الله ما لا كبير ولا صغير ولا نشاء والآيات فيه كثيرة جدا ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم الله ثم قال وخير لكم لاحظ من انفاق الورق والذهب خير من الصدقات وخير وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله يعني انا لما اول ما طلعت على الحديث كنت اشارع ما هي النتيجة ماذا يقول ما هو الذي افضل من الصدق افضل من جهال النفل النفل وارفع الدرجات قال ذكر الله لانه وقود الانساء لا يستطيع ان يشير بلا وقود هذا وقود ايها الانسان ايها الاشعوب المقهورة الامر الخامس الدعاء يا اخوان الانبياء يدعون لانفسهم نحن كذلك في التساول في الدعاء الانبي الايمان كامل ومبشر في الجنة وهو من المقربين عند الله ونبيك في انا اقول نبيان وهو لا يخرم الدعاء انظر موسى يدعو ابراهيم يدعو نوح يدعو عيش يدعو محمس ما تستطيع اضرب امثل وعطوني شاعة فقط اشأل الله لهم الهداية والثبات اذا هذه الدعاء اكثر من الدعاء هي صار خمسة بقي واحدة شادشة جزاه الله خير ذكرنا بها المنهجية سأفصل ثم بعد ذلك اضرب اصولي قواعد القاعدة الاولى افصلها يا اخوان نحن بعثنا لنهتدي ونتعلم ونهدي ما بعثنا بكل كل صراحة لم نبعث لقتل العباد ليس من واجب الداعية الحكم على العباد من واجب الداعية ان يبلغ اعطوني ايها الاخوة الذين دخلوا في تيار التبديل مبتدع 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 او دخلوا في تيار التكفير اعطوني انا اكلمكم الان من حيث الشرع اما اكلموني من حيث السياسة والواقع انتم لا تصدقون اذا قلت لكم ان التكفير منبعه الاقبية الاستخبارات العالمية لبث الفوضى بين المسلمين وليقتل بعضهم بعض بالتكفير لان التكفير عادة ما ينعكس عليهم ما ينعكس علينا فيأتي الرجل ويقتل اخاه ويقتل الرجل ويقتل امه وهناك من التكفيرين اليوم وخاصة في سوريا التي لم يكن فيها تكفيري اليوم بعد ان انعش الاعداء وششارك وايران وروسيا وامريكا وكلهم فكر التكفير هم الذين ينعشونه باساليب شتى سواء كان قصدوا او لم يقصدوا التكفير ارجع انا كلكم بالشرع اعطوني اعطوني ايه فيها يا ايها المسلم اعكم على الناس لكن انا بعطيكم مية ايه الان مية بسدى وراء بعض انها تقول ادعو الى سبيب ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالسيف الايه ايه وجادلهم بالسيف التي هي احسنة ما في شغل في الحقي كون جدال التي هي احسنة ادعو الى سبيب ربك بالحكمة مش بالشتب مش يمكن بعض الناس اخطأ في قراءتها فبيقول ادعو الى سبيب ربك بالحكم على الناس ابدا بك اين تذهبون بك اين عقولنا ما هو قراءتها مش ادعو الى سبيب ربك بالحكم على الناس بالتبديع بالتكفير ادعو الى سبيب ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يا أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله إلى آخر الآية لاحظ ما تعرض الله للحكم على الآخرين أبدا طيب ومن أحسن قولا ممن حكم على الناس أيش الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ما قال الله ومن أحسن قولا ممن حكم على الناس ممن كفر الناس ممن بدع الناس نحن لا ننكر التكفير فهو موجود في كل الأديان كلها ونحن لا ننكر التبديع موجود في كل الأديان وفي ديننا طبعا لكن ننكر أن يحمل رايته وناس ليسوا أهلا لذلك أو لم يكلفوا بذلك الداعية أيها الإخوة الداعية المفروض هو أن يوطي من سفسه المهتدي أول شيء أن يوطن نفسه قبل أن يبحث يمين وشمال العلماء الضال مبتدع فلان عليه أن يوطن نفسه أعني التوطين أن يزيد من تقواه وأن يزيد من علمه وأن يضع هذا وأنا أضب لكم قصة بسيطة بقي شاعر رد قائل إنا لله وإنا راجعون طيب يمددوها شويني كورما وصال كورما لقيت رجلا شابا أمره 19 سنة 18 سنة لقيته في نيويورك في أحد المؤتمرات فجاني بقائمي خرأ عليه زيد من الناس زيد من الناس كلهم علماء ودعات علماء شو حكمه شو حكمه شو حكمه ما هو حكمه ما هو حكمه وجاي بصفحة بالعلماء وصفحة بالحكام قلت أنا أطريقتي قلت نعم قال لي تعرفت له بعرف كله ندوني بيروح على الجنة وبيروح على النار ممكن اتسبك جنبه هذا على الجنة وهذا على النار وهذا كافر وهذا فرح فرح كبير والله لا يحشن النطق العربي ومن أبويني عربيين أصليين لكن دخل ودد هناك ونشأ في المدار والله لا يحشن قراءة كله والله أحد ففرح قال لي أنت تعرفت له أبدا أنا أعرف كل حاكم كافر ولا غير كافر وأعرف كل داعية هذا ضال ولا غير ضال وعلى الجنة ولا لا قل لي طيب خبرني قلت لا كل عالم وكل داعية كل داعية بآية وكل حاكم بحديث تحفظ وتجيني قال لي كم قلتني يعني خمس آيات بدي منك لس خمس آيات وخمس آيات وعطيتهم الأربعين النووية قلت اذهب والله جاء بعد يوم يوم وكان حقيقة عندك قال لي حفظت حفظه قلت له تلكت قلت له أنا الآن ما شغل لو تجيني بكرة ما استحفظ بعطف جامل بالجملة قال لي طيب شو شوي قلت له شوي خمس آيات وخمس آيات خمس آيات حتى حفظ له شيء عشرين آية على مدى ثلاثة أربع أيام وحفظه فقال لي أنا حاسس أحس في قلبي في إتراح قال لي ما حد قلت له بالنسبة للشيخ الفلاني هذا بده يدخل على الجنة مباشرة بهمك قال لي لا قلت له الشيخ تدخل على النار بيهمك قال لا كل الحاكم مثلاني كافر حاكم عنده نيسيا حاكم جزر القمر جزر مردي هذا النار كافر هذا بشهول أنت يستيقعد من نيويورك في بلاءك وتحتاج إلى تقوى وعلم ما لك علاقة لن يحاشبك الله ومنذ يومئذين اتخذت قاعدة اكتبها كتبكم اكتب لكم الآن قواعد ولعدهم الله يسر حلقة ثانية ان شاء الله اكتبوا عنكم بارك الله فيكم القاعدة الاولى لا تبحث مسألة لا تسأل عنها يوم القيامة واللي بيقول لك انت مسؤول عن الحكام العرب قال له كذاب انت والله لا تعرف من العلم شيئا واحد جاني وحرجني قال لي الحاكم فلاني أنا بدي ناظرك كافر لا قال له بعد ما تعرف امك قال لي اذا ما عارس قال لي انت كافر قال له امك كافر اذا لانه ما بتعرف رو علم امك وتعال عندي الله ما سألنا عن احكام البشر الله بيشألنا عن العلم ما بيشألنا عن زيد وعمر وعمر وزيد ويقفق على الصراف ويقول لك الحاكم فاني كافر فاني شيء مبتدع هذه ابواب من عليها عقيدة ولا عمل ما بترتبع على عقيدة وعمر رئيس جزر المالدي جزر قمر عفو نقاف جنة الان اذا سمعنا سجد اسمي عنده على الكبر رئيس جزر الشمس ما لي ما له انا كافر غير كافر انا لا مسؤول عن نفسي مسؤول عن اهلي مسؤول عن حيالي مسؤول عن حفظ لكتاب الله ما لي مسؤول عن اولئك كفروا او امنوا والذي هذا فهو لا يعرف دين الله لماذا لان هذه يعني تنبئك لاحظوا معي دقيق هذه تقول لك انك تكفر بالطاوت مو بالاعيان يعني بالشر كل كفر تقول انا بريء من الشر مثل ما كان الوصول صلى الله عليه وسلم يقول تبرأت من كل دين ان يخالفوا دين الاشتراف خلاص برأتها وانا فصل اما جيد وعمر عندك عندك مليار كلهم تقعرف كفار لمسلمين اول ما تسأل عن نفسك وعن توحيدك وعن ربك ولا تسأل لا عن زيد ولا عمر اذا القاعدة الثالثة نبين ولا نحكم هاي الثالثة نبين نحن حتى اقول لكم الان ليش من وظيفتنا ان نحكم على المخالفين شواء كانوا خوارج كانوا باطنية بلشت هذه وظيفتنا نظيفتنا بين يا ايها الرسول بلغ ما انزل الى اكرم الرب بش انت عليك التبليغ انت ما عليك تحاكم الناس هذا تدعوه تتركه لأهل الحل والعقل طيف القاعدة اذا السالسة نبين ولا نحكم وبعطيكم قاعدة جميلة الان مع بعض اكتبوها اذا حكمت على الناس حكمت عند الله شو قلت ليش حكمت عليه مبتدع تجيب دليل فان اصبت فلا كبير اجر لك وان ما صدقت يا ويلك من ذاك الرجل الذي بدعته او كفرته اذا حكمت حكمت معنى حكمت في بعض الناس ما بيفهموا باللغة فشروها تفسير خطأ قالوا اذا حكمت حكمت يعني ما دي كيف فشو المهم يعني حكمت امام الله اسمعوا واذا تعلمت اجرت او اذا تعلمت اصف هديد واذا دعوت اجرت اذا دعوت اجرت واذا تخلقت يعني بالاخلاق فجت ورب الكعبة اصبحت باخلاق طيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة صدنا ولا مددوا عشر دقائق وباقي تقريبا دقيقة مددوها نعم مددوا عشر دقائق في رزقكم وعمركم وفي هدايتكم لكم القاعدة نصحح ولا نجرح نصحح نصحح في الكلام يعني نتناقش في الكلام لا نتناقش في العين الشيخ عدنان اخطأ وقرأ قراءة الشيخ صالح اخطأ الشيخ محمد الشيخ فالح الشيخ فليش كله مدهول قرأوا اخطأوا انت قول الآية هاي قراءة خطأ وصوابك ناقش في الفحوة ولا تناقش في الشخص دعوه لربه لانه هو هو يعكم كل الآية تقول هو يحكم بينهم حتى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو يحكم بينهم في عباد هو بيحكم انت مهما وزيف تقعوكم الشيخ انه ذكرني اخذ شيء نصحح ولا نجرح يعني نصحح الكلام نقول كلام خطأ صح خطأ ولا نجرح العين انا اعني هذا في المنهج بين اهل الشنة والجماعة لا اعني عن الصهاينة واعني عن الباطنية انا اعني في تربيتنا لبعضنا وفي مساجدنا ومدارسنا بعد ذلك ننصح ولا نفضح احنا الله امر بالنصيحة وحرم عننا الفضيحة واخر شيء حتى الصفير سبعة اذا ابيت قال تعالى وهجرهم هجرا جميلا لا تهجر مخالفك هجرا قبيحا نحن في مقام الدعوة والبيان انت مقامك المهتدي في الاحواز في الحساء في الشام في العراق في كل البلد وظيفتك الدعوة ومقامك مقام البيان اما الحكم فهو للقضاء ولولاة الامور ابيض الله وجه هذا المذيع اللي يصبر عليه هو المذيع كله معروف من يصبر عليه الشيخ عدنان انسى الله يرفع قدرك ويعدي منزلتك شكرا لك الشيخ عدنان على استجابتك دعوة برنامج واشكركم مشاهدي الكرام ألقاكم ان شاء الله لمساء الالبعاء القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة